أداب قضاء الحاجة عند المسلمين مسلمو تزند أنديث يا مسخداج سراعة أنديث يا كناونار لمن دنو دغمو بزي آيناتوني تا ما كناونا أسفل لغاة شو يميلونم أبرن أنم ملكة تالن الله سبحانه وتعالى سميونم تانا غاريونم يوفقا يا حي يا قيوم يا ذو الجلالي والإكرام يا رب العالمين برطة تبرات سميونم انشاء الله انشاء الله انشاء الله تعالى انكار بلو انكار بلو انكار بلو الله سبحانه وتعالى يا ربي يا الله يا حي يا قيوم لببلا كسمن بإذن الله تعالى من الان مسلمو جزانت لمن دنو هيه ونو ملون اننا لابد أولا من شكرك أيها السائل ان حرصك على مشاعر المسلمين نأتني بتفصيل الجواب لك فيما طلبتو أكثر لعله أن يفتح لك من خلاله ما يقودك إلى خير عظيم اننا انت وندمو جنا هاتو جي مسلمو جوي ودا خيري ما ملاكات مرتيا مسلم باها رينا وننا أهون يمن نام ملاكات جوه يه يه اسلام حقنا دم له اللا جنم اجيكت أما قامي بمهونو لببلا سننا دمتو يبلتا ان الردالنا لببلا اننا دمت مكنياتوم مكنياتوم يهنن حق ما وك يهنن نقر ما وك يبلتا يه المنبر الله سبحانه وتعالى اندي كفتلن سبب يهونال نعم ان من عظمة الشريعة الاسلامية المباركة انها ما تركت خيرا من قليل ولا كثير الا امرت به ودلت عليه ولا شرا فيه قليل ولا كثير الا حذرت منه ونهت عنه نعم كي يه اسلام شريعة تلك انتنا تلك انتنا اجيك قزوف انت كم يأسا يلوش نقروش مكاكل لسولجوش اجيك بطأمت اكامي يهونو نقروش يهونو ده نقروش لسولجوش كمان ملاكت كما ساوك واده والا الالم اسلام انديهم دقمو لسولجوش ويدمو لغوجي يهون ويدمو تاكم يل لوك هون ساو وچن كماست انكك انتنا كسو انديرقو كما درق منم اينات ياقود لو ويدمو وده لا ياسك الراونا قريلا فكانت كاملة حسنة مع جميع الوجوه اسلام شريعة بهل ظرف بهل مقطع وقد اثار ذلك دحشة غير المسلمين وعجابهم بهذا الدين حتى قال احد المشركين لسلمان الفارسية رضي الله عنه النام ايه اسلام ملو نتبه اللون قرلا يتا معلمه يتا معلمه مسلم وچن ادلم مسلم يالهون سوو اصغر موچوال اصدم موچوال عند سو من الى كمشرك مكاكل عنده لسلمان الفارسية رضي الله عنه من آله قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى التلخراءة فقال سلمان اجل نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول الحديث يه مشرك من آله نبي من الى لا سلمان لا سلمان من آله يه سو من آله لا سلمان مشرك نو لسلمان الفارسي من آله نبيات يغر نبيات وكو ليلة نگار يكر نا اندت اندم تصداد دو اراسو استمر والبالات نعم آله سلمان الفارسي بمن نس داد دابت وقت ودك ابلا فيتاج جن 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 اند نازور كالك كالك لون نبيات صلى الله عليه وسلم باشن 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 الصلاة عند البول والغائط وقبلة المسلمين هي الكعبة التي بناها ابراهيم عليه السلام بأمر الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس احدكم على هاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها رواه مسلم او انقدي واداش ثقرا مسداج ويدموم وشنتبيت كقبان فيتاج ودك ابلا النازور موجبرا جربا النسات مكنيات كعبة يتكبرا بوتانو كبلا مانت ودك ابانو كعبة دمو مسلم جزند يتكبرا بوتانو الله نبي الله ابراهيم عزوت نبي الله ابراهيم عليه السلام كالجوك اسماعي القار اندي غنبا الله يتكبرا بوتانو اننا تلك كبر اللو مسلم وشنت نعم السون انا ملكم كعبة نعم تلك كبر اللو مسلم وشنت اند فيتاج وده اند اقتاج عزور وده سوزور اند نساق الله جل في علاه يتكبرا وده يتكبرا يالله بيت فصمو بمنم اينا تونيتا كبر اند انساق اللو انجي وده اللو سلزي من صداد نبي صلى الله عليه وسلم من آلو لما فصم ويدم ولم السداج كتا كم فيتون ودق بلا آي زور ويدم مجرب ايست بلوال امام مسلم بزق بود حديث بول التن درج الله رواه البخاري من بلوال صلى الله عليه وسلم عندا چوبا مس عداد داب الساعت عندا چوبا مش ناب الساعت بلتون باک انج اج آي انکاو ويدم استنجام سيادرک باک انج اج استنجا آي درک اندگ نادم بممیت تابت نگرست اند تنفس بلوال صلوات رب وسلام عليه اللهم صل و صل مبار على حبيبنا وسيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم سلز بمن الساد داب الساعت باک انج اج استنجا اندر اندگ بلتا انج انج اج انج اج اج سوست اج اللہ يزیل النجاس بی مین بل يستخدم شماله لمباشرة النجاس في ازالت الحديث المتقدم لقوله صلى الله عليه وسلم اذا تمسح احد فلا تمسح بی مین روا البخاري نعم من بل اول انج استنجا سن نادر قب قدم بطن اگر نو حديث مسارت باک انج اج 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 اندگ اج سن ناطب باک اج 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 بخاري ويجعل شماله لما سوى ذلك رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد من تلالك حفصة بنت أمر ابن الخطاب رضي الله عنهم جميعا حفصة يا نبياك صلى الله عليه وسلم بالتبيتنك يا عمر بن الخطاب لجنك من تلالك نبياك صلى الله عليه وسلم كان اججاتي عنه انتلالج يمي تقمد صلى الله عليه وسلم لمقباد شو لمتددد شو لو دعات شو لا يبساد شو لما البس لما سدنكسو لما قبلن لما استطنن لذا أجنا نقول نقول انتلال جرا أججاتي عنه كزي وجي لهوننا نقول يمي تقمد ملالج إمام أحمد صحيح بهوان حديث نبي يحاول صلى الله عليه وسلم كان يمي تقمد لا مقب لا مطد لا وضوء لا مل بس سنة لبس باك ان ينجمرا لن اندقنا كسويهونا نقر سنة وسنة لساوم اللي لا نقر سنة سات باك ان اجنا بلالج نقر جنقر اججاة شون كزيووشي لهون ونقروش يتاك اما اللو بلالج حفصة بنت عمر رضي الله عنهما وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة كالله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم باستلا اللفو لن حديث إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنجي بشماله رواه أحمد وهو في صحيح الجامع نعم عنداتشو عنداتشو يمي عدر قولة استنجوم متكامو كان ينأيهون بقر اججو يتكام بالعوال صلى الله عليه وسلم ودعرات تنيا وسن التلالف والسنة أن يقضي حاجته جالسا وأن يدنو من الأرض لأنه أستر وآمن من ارتداد رشاش البول عليه وتلويذ بدنه وثيابه فإن أمن ذلك جاز البول قائما الله أكبر نعم مسلم يمي شنو يمي صدادو قوش بلونو بطل يدمو قوش بمتل بساعد ودمريد قرب بلانو يمتل قمت أو مكنياتوم شنت ان داي الرجب يبلت ان داي الرجب يتك ما هال لنا ودان تتارجتو بي انتننا لبسهن ان داي نجيسب بي نقرقن زيقام التاوك يعلبت نقرقن من البات نجاسا اي الرجب ينبلو ارقت ان يابهون بساعد قومو بشنا انقوان منم چقر يلون بلوال علماء وچ نسأل الله تعالى من فضله ارادتن يو ايهي سيون دمو امس تن يو اي يستطر عن اعين الناس عن طبعا بمي كم تبت جزي كسووش اين بل لطير قال اندقنا دموش انت من داي الرجب تيوناد امس تن يو اي يستطر عن اعين الناس عند قضاء الحاجة وقد كان احب ما تستطر به ما استطر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حائش نخل اي مرتفع من الارض او حائط نخل وهو البستان رواه مسلم نعم امام مسلم بزقبوت بزي حديث نبيات صلى الله عليه وسلم لك حاجات شو لقضاء ويدمو لانسقرا ويدمو ودش انتبيت سيهيدو با هنا نقار يسراسات شو نشفنو كفبا لمريت ويدقمو با ازرعت نقاروش لمسالي يتمر زافوشنا بمسحة السلوت نقاروش ما لاتنو مكنياتهم سووش يسووش اين اندى يا ياتشو يراداتشوهنا مكنياتهم نبي صلى الله وسلم عند الزيادر قال له امام مسلم بزقبوت بزي حديث واذا كان الانسان في الفضاء واراد القضاء حاجة ولم يجد شيئا يستثر فليبتعد عن من حوله من الناس لما رواه المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وعن عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة أبعد رواه النسائي وهو في صحيح الجامع ليله نغر نغمو لمس أراجات بتليد مميداليسي هون كسوووچ آين بتأمرك ياسفل لغال مكنياتم لسطر لمس سطر يهونال با هون نغر كفبال نغر يهون با قر قدائيهون بزافوچهون با مساس سلوث نغر وچهون مكنياتم نبي صلى الله عليه وسلم عندك أن من الال مغيرة من شعبة نبي صلى الله عليه وسلم با من قدن ينت لا إياه لن سفر لا إياه لن نبي صلى الله عليه وسلم لحاجات جو مالاتم لسالة ودشن تبيت مالات لمشنات سي بهدو كسوووچ بتأمرك أوهدو قالو صلى الله عليه وسلم ملمن سو ملايه أي قبان مننا عند زامراك آلب به مالتنو عندنا هول التنية وحديث رقمو عبد الرحمن ابن أبي قراد يستلالفو حديثم عندك أن نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم حاجة خلاود خلا مهيد كفلغو يرقو نبار بات آم كسوووچ آين يرقو نبار إمام النسائي بزقبو تبزي حديث سلزي أمستن يو كسوووچ مراكي أسفل قال مالتنو سدستن يو ألا يكشف الأورة إلا بعد أيضنو من الأرض لأنه أسترو لما رواه أنسو رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض رواه الترمذي الله أكبر الله أكبر نعم نزيه لتحديث مني أملاك كتالو آنس رضي الله عنه باستلا الله فو بزي حديث لبساكل ونعي لبساكل ونعي غفو منا باركالاة شولاي ودى مريت وردو مريت اسكم ميدرسو درس كباقو مبت لبساك باشون آيهون ما لتنو مكنيات وم إيهي اندز زا مادرق سوووح اندىاجو سبابي هونال نقرقن زقبل مريد كادرس كبو هالا ما لبسهم غفف مادرقو ويدن وما ولقوم سوووح اندايا سابابي هونال مالتنو سلزي انزين نقروج باسرعات متر ما تكبر ياسفل لغنا ويضا كان في مرحاق فلا يرفع ثوبه إلا بعد إغلاق البابي وتواريه أن أعين الناظرين شنتبيت وستكهونم دقمو أندزو لبسهن مولاك اللبهم شنتبيت قبته برهن اسكمت تزاقادرس عندان دسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ومن هذه النقطة والتي قبلها تعلم أيها السائل الكريم أنها ما يفعله كثير من الناس في بلاد الغربي وغيرها من التبول وقوفا في المحلات المكشوفة داخل المراحيط العامة وهو أمر منافل للأدب والحياء والحشمة والأخلاق الفاضنة الكريمة وتقشعر منه بدا كل صاحب فطرة سليمة وأقل صحيح إذ كيف يكشف الشخص أمام الناس عورته التي جعلها الله بين رجليه سترا لها وأمر بتغطيتها واستقر أمر تغطيتها عند جميع الأقلاء البشر وكذلك فإن من الخطأ أساسا بناء المراحيط بهذا الشكل المشين الذي يرى فيه مستعملها بعضهم بعضا وهم يبونون متخلفين في ذلك عن بعض البهائم التي من عادتها استطار عند التبول والتغوط الله أكبر معل الأدب والطور هزب المغارية深ة تغطيتها سبحان الله 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 من البول أكثر عذاب القبر من البول رواه ابن ماجا وهو في صحيح الجامع وعن ابن أباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستثر من بوله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة رواه البخاري نعم للاو سمن تن يو لن ناو قو لن تقبرو لن تقام باتكم يقبان نقر نجاة سام بماس وقر لاي سراءات متبقان لبن تنقاك يما درقن دان لبن نو كا شن تقا ويدمو شن تبيتن كتا تقام بو هالا مالت نو يهيم من ديت نو نبياة جن صلى الله عليه وسلم بتلي إن دزي عين التنقاك يما يدرقو سوو جن أستن كاكوال بسراءتو شنتميهون ساقراميهون يما ياسو وقروتن أستن كاكوال من بلوال أكثر عذاب القبر من البولي رواه ابن ماجه وهو في صحي الجامع عياة شو أجيك بزو ويدغمو عبزانيو يك أبروست كتاة يقدي هي أهل السنة والجماعة كدانو كأبروست كتاة هالا أند الزوهولو أند الزوهولو ساقال ياسوليج الزوست نعمانيا جنيا دق الناص هاليحك هون ماد فوم كانبار أند الزو يكتال كأبروست هي أهل السنة والجماعة كدانو سلزي بشنتون ما يتنكك شنتون بسرعاتو ويدا موسى قرون بسرعاتو أسلتو يما ياسو وقرسو كأبروست يكتال نسأل الله السلامة والعافية هي أهل سببنا بسرعاتو ما سوقدون دات رسو ابن عباس رضي الله عنهما كنبياة صلى الله عليه وسلم باس تلالفو لن حديث النبياة صلى الله عليه وسلم عند كنبه لتقبروش من آلونا زي قبروش يكتالو النزي قبروش ملامن إنهما لا يؤذباني ما هو ما يؤذباني فيه كبير ندو تلك نو قرنو بلاك شو لم تقمتوت نقر عادل لم يميكتوت أن السوء يميكتوت بات مندنو عان دنياو كشنتو آي تبابك منبر بس رعاتوستين جاون آي وطامسي شنا من دير رجبت هاي رجبت نكاكي آدر قمنبر هولا تنياو دقمو بانا ميما سوء چن بما قرارت واري بما كبابل يهير نبرا نسأل الله السلام سوء چن بما قرارت اللهم جل جلالو يهير نبرا سنت سوء چه تقرارت بس سوء چه واري مكنيات سنت وند من نهاتو چه تليايت سنت باعد الناميست بيتاچو فرسو سنت ود أبات النالج تليايتوال تتقالتوال تقرارتوال سنت لأ الله سبحانه وتعالا يتوادد وند من نهاتوچ با اندزيح اينا تواري اك أباي وچ مكنيات تتقالتوال ويدمو تليايتوال ويتزقاك توال الله يسطر انت واري ميتاك أبال هوي انشي واري اك أباي هوي تتقنككي سلاة لليت قومش مادرش من هالبات ايه يافرسوي هونال قانن بسقو ماساللفش ويدمو ماساللفش ايه يابلا شبهي هونال قلال بلي هندات تأسبو قلال بليش هندات تأسبيو تتنككي ويو اللح ويو اللح ويو اللح ويو اللح يك أبرسي يك أبرس تكتعاتاها تاستص ويو اللح أباك ويو اللح ويولي 16 جهت ستاستلالف سلزي أستأنكك كاللو كايزيبا في تمتناقارنا تتأنككو تتأنككو بزو من ماكعاتشونة جارو نسأل الله السلام والعافي الله سترا الله طبقا أشريئي سمن تنيونو ودزت ألن يوسن التلالف أن يكون غسل النجاسة أو مسحها ثلاث مرات أو وتر وتر بعد الثلاثة بحسب ما تدعو إليه حاجة التطهير لما جاء عن آئشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثا قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء وطهراء رواه ابن مأجة وهو في صحيح الجامع نعم ابن عمر آئشة رضي الله عنها من تلالج نبيات صلى الله عليه وسلم ساقرات ويدم مكامة اجش ونسيات بصوص تينبرا يم يطبوت عند الزو دقم ابن عمر من الال اهي انن نقر تقبرنو اججبت ام لات اينات اكامينا لات اهارام نسو يم يدرقهونو اقين تنوال الال ابن عمر رضي الله عنهما لما رواه ابو هورئرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استجمر احدكم فليستجمر وطراء نعم استجمر سننا درق بوركاتيهون بدنقايهون بتطاريهون بهون نقرس الناس ادا بيانس سوستي النار رقال لن ويتر النار رقال لن وي امست ويدمو كازيابالاي النار رقال لن نسو اسكميهون درس بيانس سوستينو ميهون وما الاتنو ابو هورئرة رضي الله عنه باسطلال لفوت حديث عن دا اججو استجمر ويدمو بس بوركات وي بسوفت وي بمسلنا گروش شيتةكم سوستياد ارقب لول قال إمام أحمد بزقبت بزهاديث أنام أسرينيو وأن لا يستعمل العظم ولا الروثة في الاستجمار وهو إزالة النجاسة بالمسح وإنما يستعمل المنادل والحجارة ونحوها لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا فقال أنا أبو هريرة فقال أبغني أحجارا أستنفذ بها ولا تأتني بعظم ولا روث فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها على جانبه ثم انصرفته حتى إذا فرغ مشيت فقلت ما بال العظم والروث قالهما من طعام الجن الله أكبر إهي أسرين جونه فلانديا يط mechanisms ترجمة نانسي قنقر 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 الله 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 ترجمة نانسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فقال رهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليه فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك رواه ابن ماجة وهو في سحه الجامعة وجمهور العلماء على كراهية الكلام في الخلائل غير الحاجة من آل جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أندسة نبيات صلى الله عليه وسلم إيه شنو إيه اللا بزاسي ألف سلام على جو نبيم صلى الله عليه وسلم أني أهم بمتايين عينة هوني تالاي كاللو سلسادات داويدا موسي شناما لتنو ان دات سلام ان دات تلن سلام ان دات تلن سلام بتتلن انقوان سلام المل سلهم بلوال صلى الله عليه وسلم لزيه نو جمهور العلماء عند سوب ميز سادات داب بتبو تالاي كاللو من ناقرن من ناقرن يطلوت لزيهنى لمسل سببو شنو مالتنو كانت تلك طائفة من الآداب والأحكام التي وردت في شريعة الإسلام بشأن هذا الموضوع الذي يتكرر من كل إنسان يوميا فاعتنت به الشريعة غاية الاعتناء وبينت فيه كل تبيين فما بالك بما هو أعظم منه فهل تعلم أيها السائل الكريم دينا أو شريعة في العالم جاءت بمثل هذا الله أكبر إنه كافي والله والله في إثبات كماله وحسنها ووجوب اتبائها نسأل الله لنا ولك التوفيق لكل خير والهداية إلى الحق وصل اللهم وسلم على نبينا محمد الحمد لله مسلم يا رقنج أملاك الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي بإسلام لا يمن نور أدرغن يا كريم يا رحمن يا حيو يا قيوم يا حيو يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام يا إسلام نعمة يا ربي يتبارك أدرغن يا ربي بوستو بسلام بدستا بسرعاتو تكتلن يا محمد لله الحمد 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 لله اشتركوا في القناة